بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى بقصة الرحمن الرحيم كيف يكتب لك براءة براءتان من النفاق من النار ومن النفاق وتحرم على النار وتضمن الجنة بل ومنزل عليها جدا في الجنة وتصبح رجلا من أهل الجنة يمشي على الأرض في عمل يحتاج منك صبر لمدة أربعين يوم فقط أهم شيء في كل الكلام اللي هم نقوله ده أنك تحصل براءة من النفاق النفاق أو الرياء أو الشرك الخفي الذي يقع فيه لا أقوله كل أكثر الناس كل الناس كما جاء في الحديث الصحيح كما قال شاخ الإسلام ابن تيمية لا يكاد أحد ينجم من هذا الشرك أو الرياء الخفي أو الشرك الخفي أو الرياء وده الرياء ده أو الشرك الخفي ده يدمر الحسنات تدميرا لذلك فيه كثير من أهل كثير لأن هناك كثير من أهل هذا الزمن سألقون رب العميس سبحانه وتعالى ويجدون أعمالا كثيرة لم تقبل أجد أعمال كثيرة لم تقبل لسبب الرياء أو الشرك الخفي عارفين ليه؟ لأنه أخفى من دبيب النبل الشرك ده أو الرياء ده أخفى من دبيل ذلك العملاء يسمونه سرطان الأعمال اللي هو الرياء ده أو الشرك ده فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ألا أنبئكم بأخوف عليكم عندي من المسيخ الدجال قلنا بلى يا رسول الله قال ذاك الشرك الخفي شرك السرائر يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا من نظر الناس إليه يعني الحديث ده يعني معناه الشرك الخفي ده اللي هو أخفى من دبيب النبل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اتقوا الشرك الأصغر أو الرياء في أنه أخفى من دبيب النبل أخفى من دبيب النبل فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل لنا مخرج وإن إحنا يكتب لنا براءة من النفاق أو من الرياء ده فإن إيه يقوم الرجل فيزينه صلاته جاهدا يعني الرجل يقوم يصلي فلما يحس أن في ناس بتصلي بتبص عليه يطول بقى في الركوع وفي السجود عشان الناس تقول عليه الرجل يعني رجل طاقي وراجل خاقي بيخشع في صلاته وفي الحقيقة لما بيصلي لوحده بقى ما منش كده فطبعا ده باب من أبواب الرياء وأبواب الرياء لا تحصى أبواب الرياء أو أبواب الشرك الخفي ده لا تحصى يعني مثلا ظنوب الخلوات اللي كلنا نقع فيه ده باب عظيم من أبواب الشرك ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث استحي من الله استحيائك من الرجل الصالح يعني يراك على معصية فالواحد منا لو قعدوا دي صادي الناس مش هيقدر يعمل معصية دي لكن لما يكون قعد في غرفة مغلقة ما حد شايفه بيقع في معاصي ينظر إلى الحرام مثلا لكن هو الوحد ما بيعملش كده فده باب كلنا بنقع فيه باب كلنا بنقع فيه هو أنت ماشي في الشارع بتبص عينك بتقع على الحرام لكن لو أنت فيه أحد صالح بصصلك أو أباك أو أمك أو أمك أحدهم ينظر إليك مش هتقدر تعمل كده طب ده معنى إيه؟ معنى أنا ده ربنا بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتخشى الناس والله أعقوا عن تخشاه يبقى أنت يعني شوفت ديه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم خلي بالكم خلي بالكم يبقى يبقى الإنسان مننا اللي بيعمل معصية خاصة في أي معصية والمعصية دي بكاتش هعمل لو حد بصصله يبقى هو يبقى هو إيه؟ معينه عارف أن ربنا بصصله طب إنت ربنا بصصلك وبتعمل معصية خلي بالك وهنا مشكلة أن إحنا مش شايفين ربنا صلحاته علي فده بيخلينا أنت تجرع على الرب العمي صلى الله عليه وسلم وتعمل معصية مشكلة علماء قالوا إيه؟ وكما جاء في الأثر يعني لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون أهون النظرين إليك يبقى أنت لما تجعل ربنا سبحانه وتعالى أهون النظرين إليك مش ده شرك هرياء ليه شرك هرياء؟ لأن ربنا بصصلك وبتستحيش وتعمل معصية أبوك بصصلك وبتعملش المعصية وبتستحيش تعملها قدامه يبقى أنت أبوابه لا تحصل عشان كده ده أخفى من دبي من نملة الرسول السلام قال عليه أخفى من دبي من نملة حتى يقدر استعمل يقدر يسمع دبي من نملة يعني كل الناس بتقع فيه الرياء ده بيحبط الأعمال يدمر حسنات تدمير فهتيجي من الإيام هتلاقي حسنات كتير ضاعة ده زر كراب الله بصنوعات علاقة فكثير من آيات القرآن يقول ليه؟ منجأة بالحسناتين في العرش أمسل منجأة يعني فقات كتيرة ومنجأة لأنك هتعمل عمل في ناس كتير هتعمل حسنات في الدنيا لك حاجي من اليام مش حاجي بيها عضويا هاي ده المشكلة طب نعمل ليه؟ باب تاني من أبواب الشرك الخافي عشان الصورة توضع توقف تصلي وتسرح وتسيب ربنا صلى الله عليه وسلم مع أي حاجة وتفكر في أي حاجة ده بيقوله في كتب أهل الكتاب والرسول السلام أجاز لنا نحدث بكتب أهل الكتاب قال حدثوا عن بني إسرائيل لو لا حرج يعني يلا تصدقوا بني إسرائيل لو تكذبوهم حدثوا عن بني إسرائيل وحاجة سيدنا عقوب كان بيصلي قيام الليل وابنه كان نايم سيدنا يوسف عليه السلام فللحظة سمع سيدنا يوسف كان نايم وله غطيط يعني غطيط يعني الواحد بينام بيصدر منه الصوت بيشخ ففكر في سيدنا يوسف عليه السلام انه كان بيحبه جدا وترك يعني كزا ما يكون يعني سهل شوية عن رب العام سبحانه وتعالى فقال رب العام قال قال للملائكة انظروا إلى صفي يعقوب تركاني ونظر إلى ده مسموه الالتفات القلب و لو الزاتي وجلال لو جلالي لأفرقين لأفرقين بينه وبين يوسف سمانين عام نفرق أربعين عام شوفت ده وهذا ده الأنبياء معصومين يعني هذا النبي معصوم لكن في حاجات فوق طاقة البشر عشان كده أقول لكم قد إيحنا بدقع في الشرك الخفر في عادة ما بيصرحش في صلاته فقال يسرح في أغنية يسرح في فيلم يسرح في أي حاجة ويسيب ربنا سمحة تعالى يبقى انت فضلت الشئ ده على ربنا بدبا من أباب الشرك الخفر زالت كلنا بدقع في هذا الشرك الرياء ودفع ودفع حد ذاته من الكبائل لأن هذا الشرك خلي بالك الشرك نوعان كفر نوعان فيه كفر أكبر وكفر أصغر في الكفر الأصغر ده أو الشرك أو الرياء الخفي ده كلنا نقع فيه بلا استثناء في ذلك سننا لنا رسول صلى الله عليه وسلم عملا عظيم لو أننا فعلنا هذا العمل أخذنا براءة من النفاق أيه العمل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث وهذا حديث حسن صحيح من شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام أربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق تقوم براءة من النفاق مزبت مئة في المئة وتحرم على النار بالنسبة مئة في المئة وتعضمنا الجنة بالنسبة مئة في المئة ده مشكلة وإن شاء الله منزلة عالية ومنزلة عالية جدا في الجنة لو أنت عملت إيه لو أنت حفظت على تكبيرة الإحرام لمدة أربعين يوم في المسجد في الخمس صلوات إذلك عكف الصالحون من زمن التابعين إلى زمنين الصحابة لا يوجد فيهم كلام زمن الصحابة كانوا يحفظوا على تكبيرة الإحرام بالسنين في المسجد هم نتكلمش على الصحابة صحابة دول المئة هم نتكلم عن منزلة منزلة التابعين لك فمن زمن التابعين عكف الصالحون من زمن التابعين حتى الآن على تحصيل هذه المنزلة الرفيعة إنه يجاهد نفسه إنه يكون واقف في الصف لمدة أربعين يوم قبل ما الإمام يقول له أكبر في تكبيرة الحرام إذلك دليل على قوة الإمام فلو أنت عملت كده بتكتب ليك براءة من النار بتكتب ليك براءة من النفاق ودي أم حاجة طب إذا لم تخذ لو أنت مخذتش البراءة من النفاق دي يبقى مقامرة يعني مقامرة يعني تيجي يوم الإيام هتلاقي في أعمال كثير متقبلش ما تسألش ما تتلومش الرسول عليه السلام يقولون سنلة يعني بيقول لك اعمل كده عشان تاخب براءة من النفاق طب إذا لم عملتش كده مش تاخب براءة من النفاق يبقى أنت بتحط السيف على رئابتك تضع نفسك تحت مقصلة النفاق لأن كلنا هنقع في النفاق كلنا هنقع في النفاق ما فيش مفر لأن أبوابه لأنه أخفى من دبيب النبل هتعمل إيه ما فيش فايدة أي معصية صغيرة أو كبيرة بتعملها في السر هي النفاق هتا بتفضل بتفضل الشخص بتفضل لو ربنا بصصلك وشايفه مش هتعمل كده لكن ألاسف لو راحت لو واحد صالح شايفك أو أبوك أو أمك شايفك مش هتعمل كده لكن ربنا أنت عارف أنه شايفك وبتعمل معصية يبقى يبقى ده رياء أو رياء أو رياء فهتقع فيه يبقى لازم نعمل الحكاية دي يبقى لما أنت بتحفظ عارفين ليه تكبيرت الإحرام دي مهمة أقلوك أكتر من السبب سأل أحد سأل أحد الشيوخ الذين شهدوا بدرا سأل ابنه قال له أدركت أدركت صليت الجماعة مع الإمام صليت الصلاة في جماعة قال نعم قال له أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام قال له لا قال له ما فاتك من السواب أعظم عند الله من مئة ناقة كلها سود العينين يعني إيه الكلام ده يعني إنسان ما تروح منه تكبيرة الإحرام في صلم الصلاة خسر والصواب التصدق بمئة ناقة أعظم كمان من كتر جبعة دليل قوة الإيمان إن كتر تحضر الصلاة في أول وقتها في جماعة تبقى وقف الصف قبل إمام من الله أدبر ذلك عكف الصالحون على تحسين هذه المنزلة من زمن التأمين حتى الآن ذلك أنا ها أقول لكم سبب تاني كمان ليه ليه إنسان ليه الرسول اللي بيحضر تكبيلت الأحرام بياخد براءة من المدى التاربين بياخد براءة من النفاق لذلك أنا عملت الموضوع ده أكتر من مرة عملت أول مرة الأولى فمكست حولي شهر حفظها تكبيلت الأحرام في الخمس صلوات بعد حصل عندي ظهر في قهري فرحبني تكبيلت الأحرام فالطريقة عيد من الأول لأنك لازم لازم لاربعين يوم طبعا ما أعرفش ربنا هيقبل لو لا أقبل فلازم عيد عشان أضمن فعيدت المرة الثانية حصل نفسي وحصل برضو حاجة وقدرتش من الحصرة بكيت بالضموع لكن في المرة الثالثة ربنا وفقني ووصلت لحوالي 89 يوم أو 88 يوم وحافظة لتكبيلت الأحرام الله أحد الصالحين يعني أحسابه على خير كان بيصالي ورائي في مسجد من المساجد كنت أعمل فيها إمامة لما وصل المنزلة دي عملها ذبح عجلا لله من فرحته ذبح عجلا لله ويتعرف في أدية ناس عندها حرص على الخير طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اللي بيحافظة تكبيلت الأحرام أربعين يوم في الخمس صلوات بيأخذ براءة دي من النفاق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين الأشياء والفكر ولو يعلمون ما فيهما لأتهما له حبوا ولقد هممت وأن آمروا بالصلاة فتقام ثم آمر رجل يوصلي بالناس ثم آمر بحطم فيحطب ثم انطلقوا مع رجالهم معهم حزم من النار فأخالفوا إلى أقوام اللي يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتا ده الحديث في البخاري عندي صحيح ما فيش في كلام يرى صحصا بيقول لك أن أثقل الصلاة على المنافقين في الجامع والأشياء والفكر ولو يعرفون مون ما فيهما لو أنت مريض تحبي وانت مش قادة تمشي تحبي وهم مهم أنه هو يخسخل في أحد يصلي ويأخذ معاهم نار يحرق بيوت الناس اللي بيصلي في البيت بدون عزر لذلك اللي بيحضر الصلاة من أول مع فتك بيوت الإحرام يبقى إنسان قوي الإيمان ما عندوش أي شبهة نفاق في قلبه ما يدين وقال عليه الصلاة والسلام حديث تاني لو رأونا رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين في المسجد لأجابوه وإنهم لو دعونا إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها ولقد هممتوا أن أأمر رجلا أن يوصلي بالناس ثم أضرمها عليهم نارة وما يتخلفوا عنها إلا منافق حديث رأوه الإمام التبراني وصحهه أحمد شاكر يعني رأوه صحيحا بيقولك لو فيه أكل في الجامعة وفيه فتة وبتاع الناس هتروح تجري وهو ده باب مهم من أباب النفاق أو من رياء لكن ربنا بيقولك تعالى والإزان بينادي عليك ما بتروحش يبقى أنت بتفضل اللحمة على ربنا وبتفضل الرجل اللي عمل اللحمة ده بتروح له وتحترمه بتحترمش ربنا وتحترمش الأزان بالنهاد عليك بيش ده مش ده يرياء زيلك قال عليه الصلاة والسلام من سمع نداء فلم يلبه من غيره أثر لم تقبل منه الصلاة ولا تصلى لم يوقع في الرياء ما بناشي الأزان أراق sinon ما عندهش أثر الصلاته ما تقبلش قال عليه الصلاة والسلام من سمع نداء فلم يبنعه من أين يأتي على أثر فلا صلاة لا هو ده السبب اللي خلt الله الصلاة والسلام شدت في صحات الجماعة قال لنا حضروا تكبيرت الإحرام أربعين يوم تبقى في الصف قبل ما يمين الله أكبر عشان تحص تضمن حصلت منزل العظيمة دي حصلت منزل العظيمة دي يبقى خدت براءة بنسبة مئة في المئة من النفاق ما تخافش من أي حاجة تتعملها بعد كده حتى لو عملت كبير حتى لو عملت كبير أصبحت رجلا من أهل الجنة يمشي على الأرض القلب بينقى بيصفة كأنك هتولد من جديد فخلاص ما تخافش من حاجة يعني سيدنا عثمان بن عفل لما جهز جيش العسرة بمئة ناقة رسول عثمان قال في الحديث إيه ما در عثمان ما يفعله بعد ذلك يعمل اللي يعمله خلاص لو عملت كبائر الدنيا كلها وزلوب الدنيا كلها مش هتضره لو أنت برضو لو أنت حفظت أربعين يوم على تكبيرت الإحرام ما تخافش من حاجة بعد كده بس إيه يبقى المحتاجة العمالية محتاجة منك صبر أربعين يوم طب الله عليك لو واحد قالك تعالى في الصحرا هتعامل لي هتقعد معي في الصحرا لمدة أربعين يوم هتعمل لي بعض عمال محتاجة بس محتاجة هتكاف أو أنكتة تفضل قاب معي وحديك مليون جنيه واحد فقير ربنا قاله واحد مستثمر قاله تعالى عيش معي في الصحرا لمدة أربعين يوم هتعمل لي بعض عمال سأعطيك مليونة من أجنيهات هتروح لبش هتروح طب اللي أنا بقولولك ده أيسر بكتير من ده وصابه أعزم بكتير جدا من ده هتعملش ومتعملش عشان نفسك وش عشان ربنا عشان نفسك أنت عشان تقوم براءة من النفاق المشكلة المصيبة المصيبة لأن النفاق ده ممكن يضايق أعمالك فهي منزلة عظيمة لا يفرض فيها إنسان العاقل لذلك فكل واحد بيسمعني دلوقتي لو أنت محافظ على صلاة الفجر بس اعمل الموضوع مش حافظ ابدأ حافظ وضرر نفسك لمدة ربعين يوم لغاية ما تحصل هذا المنزل العظيم لذا كنت عايز تقوم براءة من النفاق تامة من النفاق وبإذن الله بإذن الله يكون هذا سببا لوصولك إلى أعلى دراجات الجنة يعني أنا مش بسا تعتقب براءة من النفاق بإذن الله تحصل صوابا عظيما يصل بك بإذن الله إلىك في الضوص الأعلى فأنا هكتب لكم الحديث وكلام ده في تواصل بتاع الفيديو تساعدون العرش الصونة ويقولوا قولي هذا السلام عليكم اشتركوا في القناة